دائماً ما تفضل الأنظمة الاستبدادية الطريقة الأسهل لفرض سيطرتها على المجتمع وهذه الطريقة تتلخص في الشيء الوحيد الذي تجيده تلك الأنظمة إنه القمع وقتل المعارضين بل قتل من يحتمل أن يكون معارضاً ولو في المستقبل ولا يختلف النظام في العراق عن النظم الاستبدادية الأخرى وقتل الناشط المدني في التظاهرات عدنان رستم بالرصاص في منطقة الحرية شمالي بغداد دليل آخر على ذلك فالشهيد بحسب أقاربه وأصدقائه كان مهندساً محبوباً لدى كل من زامله في عمله أو تتلمذ على يديه إن المرحوم المتوفى رجل من الأفاضل من الكوادر التدريسية المهنية رجل مهندس قضى عمره في خدمة الطلبة والطلاب وهذا الحضور دلال على مصدق هذا الحديث جميع طلبته وزملائه حاضرين الآن ومتأسفين بكل أطياف الشعب العراقي استشهاد عدنان رستم يأتي إثر حملة تحريضية يقودها موالون للنظام يتهمون خلالها الناشطين في التظاهرات والمشاركين في ثورة تشرين بالانتماء إلى تنظيم الدولة أو بأنهم بعثيون وقد اغتيل رستم بعد تغريدة ذكرته بالاسم ضمن هذه الحملة واتهمته بأنه كان عضواً في مكتب الطلبة والشباب المركزي لحزب البعث بينما ينفي المقربون منه هذه الاتهامات مؤقدين أنه فقط كان إنساناً محباً لوطنه وساعياً نحو مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن مواطن شريف عاش في هذا البلد شريف ومات شريف مات شهيد في هذا الوطن من أجل هذا الوطن ومن أجل كرامة هذا الوطن الظاهر يعني في هذا الوطن الناس ما تريد شخص عنده كرامة وعنده شخصية فراح شهيد والحمد لله رب العالمين أنه مات هذه الميتة الكريمة الشريفة أصباً عن عيون الآخرين وبحسب المراقبين فإن عمليات استهداف الناشطين وتصفيتهم جسدية من شأنها أن تؤكد ما ذهب إليه متظاهر الثورة من أنه لا أمل في إصلاح هذه الطغمة الفاسدة وأن الحل الأكيد لأزمات العراق يكمن في إبعاد هؤلاء الفاسدين عن مقاعد السلطة ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم في حق العراق والعراقيين